والآن الكلمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بسم الله الرحمن الرحيم دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى القازمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وعمراء الدول الشقيقة والصديقة يشريفني أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى القازمي لمبادرته بالدعوة لعقد هذا المؤتمر المهم وإنه لمن دواعي سروري أن أتواجد اليوم مجدداً في العراق بلاد الرافدين إحدى قلاع العروبة ومراكز الحضارة في العالمين العربي والإسلامي الأمر الذي يجسد المستوى غير المسبوق لعلاقات الشراكة مع إشقائنا العراقيين والرغبة الصادقة في تجين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر أليات فعالة ومتعددة سواء على الصعيد الثنائي أو الثلاثي المصري العراقي الأردني أو في الإطار الإقليمي الأوسع وبما يمكننا معاً من أن ننطلق نحو آفاق أرحب من الشراكة والتعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا استناداً إلى علاقات وروابط قوية وممتدة وقائمة على مبادئ راسخة لا نحيد عنها لتحقيق المصالح المتبادلة وصون أمن والسكرار المنطقة بأكملها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي لقد واجه العراق إلى جانب دول وشعوب عربية أخرى على مدى السنوات الماضية التأثيرات بالغة السلبية لإرهاب وحروب جلبت المعاناة لشعب شقيق وارتدت بتداعيتها على شعوب الجوار ومتنوعة ومتنوعة في وقت يواجه عالمنا تحديات زبطابع عالمي تعني بها شعوب البشرية وتتضاءل أمام خطورتها الصراعات الدولية أو العرقية أو البذهبية التي تعرفها منطقتنا العربية فحين نرى ما يلحقه فيروس كورونا أو تغيير المناخ بالعالم من أهوال وما يمكن أن يمثله من تهديد للأجيال القادمة فإن علينا أن نتوحل في مواجهة ما يهدد مستقبل الشباب من شعوبنا باعتماد سياسات تنموية حقيقية تحفظ لنا كوكبنا وبيئتنا ولقد باتت شعوب العالم من حولنا تدرس عن قرب تلك التحديات العالمية وتسعى جاهدة لإيجاد الحلول لها على أسس علمية ويصح في هذا السياق أن يكون لنا إسهامنا الواضح في تقدم البشرية نحو تعزيز قدراتها على مجابهة الواقع وهو ما نؤمن في مصر أنه لا خلاص لنا من دونه وأنني أرى لدى الأشقاء في العراق ذات العزيمة التي تشجعنا على التكاتف معهم تحقيقاً للأهداف السامية وتطلعات الإنسانية الجامعة السادة الحضور تنظر مصر بتقدير بالغ إلى الإنجازات المهمة التي تحققت في العراق خلال الفترة الماضية تحت قيادة رئيس الوزراء مصطفى الكازم والتي سمحت بنجاح مؤسسات الدولة في التعامل الأمثل مع التحديات الكبرى التي واجهت الشعب العراقي حيث تمكن الجيش والأجهزة الأمنية من ضحر الإرهاب والقضاء على مشروع داعش الظلامي في المنطقة والحفاظ على وحدة العراق وأمنه ونسيجيه الوطني وإن تناول ما تحقق من إنجازات لا يكتمل دون التطرق إلى جهود تحقيق الإصلاح الاقتصادي على كافة المستوات وبمختلف القطاعات الأمر الذي يعكس إسرار الحكومة العراقية على تمهيد الطريق لنقلة نوعية نستشعر قرب انطلاقها من خلال متابعتنا للجهود الدؤوبة في الإعداد المتأني والدقيق لها كما نتمنى أيضا للدولة العراقية بل ونثق في نجاحها الكامل في الوفاء بالاستحقاق الانتخابي القادم بما يلبي تطلعات الشعب العراقي في التقدم بخطة ثابتة نحو المستقبل الذي يستحقه من هذا المنطلق تستمر مصر في مساندة ودعم الحكومة العراقية في جميع جهودها الرامية لتحقيق استقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي وإيمانا من جانبنا بحتمية التعاون والتكاتف بين الأشقاء ومنافعه المتعددة فقد جاءت أليت التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن لتترجم الإرادة السياسية للدول الثلاث إلى واقع ملموس من حيث تعزيز مفهوم العمل العربي المشترك وتعزيم التشابك بين مصالح شعوبنا من خلال مصارات عملية ومدروسة للتعاون يشعر بها المواطن العراقي واشقائه الإردنيون والمصريون ونأمل أن يتسع ذلك حين تتوفر الظروف الملائبة إلى سائر الشعوب العربية وشعوب المنطقة كافة وأجدد التأكيد في هذه المناسبة على اعتزامنا المضي قدما بكل دأب نحو تنفيذ المشروعات المشتركة التي تتم دراستها في إطار الألية بما يحقق التنمية المأمولة لدولنا أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي إن مصر تقف سنداً ودعماً لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية ومؤسساتها بما يمكنها من الاتطلاع بمهمها في صون أمن والاستقرار العراق وحماية مقدرات شعبه ووحدة أراضيه كما ترفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شؤون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه وتدعو مختلف القوة لإحترام سيادة هذا البلد العريق وخيارات شعبي فللجميع مصلحة في أن يقوم العراق بالدور المنود به عربياً وإقليمياً من هنا يأتي اجتماعنا اليوم لتجديد الدعم والالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية والتي لا خلافة عليها ويحسن الجوار وعدم الاعتداء والاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع غير المشروط عن التدخل في شؤونها الداخلية والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع باستخدام القوة العسكرية أو البدية فضلاً عن حدم توفير ملازات آمنة أو أي شكل من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة أو نقل عناصرها من دول إلى أخرى ويمثل هذا اللقاء فرصة ينبغي البناء عليها لتبادل وجهات النظر والتشاور واستكشاف أفاق التنسيق بيننا في زل التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة والتي تستلزم التعاون بشكل بناء لمواجهة أزمات اليوم من منظور الواقع الذي نعيشه وليس اتباعاً لتطلعات غير مشروعة تصطدم بقواعد القانون الدولي ولا تحترم إرادة الشعوب وخياراتها السياسية وحقها في تقرير مصيرها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي لا يسعوني في ختام كلمتي إلا أن أجدد الشكر لدولة رئيس الوزراء مصطفى القاذبي على عقد هذا المؤتمر كما أود أن أوجه رسالة للشعب العراقي الشقيق فأقول إن الشعب الذي يملك هذه الحضارة العريقة وهذا التاريخ المشرف يملك بلا شك مستقبلاً واعداً بفضل أبنائه وسواعدهم وما يحدوهم من أمل وحافظ نحو تحقيق غد أفضل وأكد لكم أن في مصر إخوة حرصين على نهدتكم مرحبين بنقل تجربتهم في مجالات مختلفة الصلبة ومتياز السعاب أياً كانت دولة رئيس الوزراء اسمحوا لي أن أود حديثي إلى الشعب العراقي العظيم أيها الشعب العظيم أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة وتاريخ ولديكم تنوع وتعدد أعتبره ثراء كبيراً حديثي إليكم اليوم بل ندائي إليكم حافظوا على بلادكم ابنوا وعمروا وتعاونوا وشاركوا ابن مستقبلكم ومستقبل أبنائكم عمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم تعاونوا فيما بينكم من أجل المستقبل شاركوا في اختيار من يقودكم إلى الأمام الانتخابات مسؤولية شعبية عظيمة في بناء مستقبل الدول أيها الشعب العظيم يستحق العراق بكم المكانة الرفيعة يستحق العراق بكم الرقي والتطور والاستقرار والأمان والسلام أدعو الله لنا ولكم بالتوفيق شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمالة مصحبي على هذه الكلمات الطيبة تجاه خوتة أهل في العراق شكراً للمشاهدة